رأى الرئيس التنفيذي لصندوق العمل التمكين الدكتور إبراهيم محمد جناحي حفلة توزيع جائزة البحرين للتقنية التي أطلقتها تمكين وجمعية البحرين لشركات التقنية بحضور بحريني وخليجي وعالمي من صناع القرار في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات والمسؤولين الحكوميين وأصحاب الشركات ورجال العمال والمشاركين في جايتكس وقد فازت بالجائزة خمس شركات بحرينية متخصصة في تقنية المعلومات ضن أعمال الجناح البحريني في معرض جايتكس دبي 2017 وقد اجتازت شركات الفائزة المعايير التي تنطلق منها الجائزة في الإبداع والابتكار وتلبية الحاجات التجارية والاجتماعية للسوق واستخدام أفضل الممارسات الدولية ومدى فعالية الخطة التسويقية وتأتي هذه الجائزة انطلاقا من أهداف تشجيع الزهار قطاع تقنية المعلومات في مملكة البحرين وتعزيز فرص الاستدامة والتطوير المستمر وفقا للمعايير الدولية